هذه التطويبات أحبائي كتبت بوحي من الروح القدس على يد البشير متى متى كان واحد من تلميذ المسيح كان عشار العشار هو اللي بيجمع الضرائب لحساب الرومان فطبعاً هذه النوعية كانت تنعت بالشتائم من اليهود لأنه كان يعتبر خائن وبيشتغل لمصلحة الرومان لكن متى كان منتظم جداً بكيفية تقديم الحقائق الكتابية سواء من التعليم العزة على الجبل من إصحاح خمسة لإصحاح سبعة أو سبعة تمانية وتسعة بيتكلم عن سلسلة معجزات عشر معجزات فكان شخص منظم بطريقة الكتابة متى بشكل بارع عم بيخذنا من العهد القديم إلى العهد الجزيد وعم بيبني جسر فهو باني الجسر بالحقيقة وبيقدم لنا كتاب جديد فحتى لا يصدم السامع لأنه بيتكلم لليهود فبيخذنا بيبتدئ بسلسلة نسب المسيح المسية أنه جاء من نسل داود من إبراهيم اللي تمت فيه نبوات العهد القديم الملك الموعود المخلص العالم اللي تمت فيه جميع نبوات فبيسرد السلسلة الأنساب حتى يعطينا هوية يسوع المسيح ويقدم لنا شرعية يسوع المسيح بالطريقة اللي كان بيفهمها اليهود فبالشكل بارعا بيخذنا بوصلنا لهذا الملك اللي بعلم تعليم جميلة تعليم فريدة من نوعها فورجانا هوية المسيح أنه هو المسيح المنتظر هو الملك الموعود اللي تمت فيه النبوات أن هذا الملك جاء ليخلص العالم كتب لليهود بأسلوب متميز بيفهموا اليهود ليعلن لنا عن هوية وطبيعة يسوع المسيح ليثبت لإسرائيل أن المسيح هو الحقيقي هو الملك الحقيقي وأنه هو يسوع ملكهم الوحيد فبيخذنا من السلسلة الأنساب بقدم العهد القديم بدخله في العهد الجديد لأن العهد القديم بيتكلم عن الوعد العهد الجديد بيتكلم عن إتمام هذا الوعد هذا الإتمام جاء في هذا الملك الجديد وربط سيرة حياته الذاتية حياة يسوع المسيح وبيقدم لنا مع أنه متخصص باليهود لكن بيقدم شعب جديد لأنه حتى لأول مرة بنسمع مفهوم كلمة الكنيسة الكنيسة هي جماعة المدعوين وأنه هي الكنيسة من اليهود ومن الأمم أيضا وأنه الرب يسوع قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها هذه الكنيسة شملت الأمم أيضا مع أنه بيتكلم لليهود لكن أيضا بيتكلم للأمم بيظهر أنه من بداية ولادة يسوع المسيح بيتكلم عن مجوس غير يهود جاءوا من المشرق حتى يعبدوا الملك المولود في بيت لحم بيتكلم عن ملكة التيمن اللي هي ملكة السبع يعني أجته سمعت لحكمة سليمان بيقتبس طبعا هذه الاقتباسات وأنه الكنيسة شملت الأمم يكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء الأمم في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى ولننسى المأمورية العظمى اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم فمع أنه بيتكلم لليهود لكن بيشمل الأمم أيضا متى كان جابي للضرائب من كفر نحوم شافوا يسوع المسيح قال له اتبعني ترك كل شيء ولأنه جاء من هذه المنطقة من كفر نحوم اليوم واحدة من الاكتشابات فيه الاكتشابات فيه عمود اكتشفوا عليه باللغة الأصلية واحد قدم طبعا تقدمي لبناء المجمع وأنه هذا الشخص من عائلة يعني زبدي من عائلة حلفة آسف فحتى منشوف الربط يعني حتى بالمخطوطات تكشف أنه فعلا كان فيه أناس على كل حال متى ترك كل شيء صار تابع لمسيح تلميذ المسيح وأصبح رسول المسيح فتح قلبه للرب فتح بيته للرب وفتح إيده كمان للرب فاستخدم قلمه حتى يتكلم بهذا التعليم الرائع ويظهر لنا المعلم الحقيقي يسوع المسيح من خلال عزته على الجبل وإحنا هون على جبل التطويبات الرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر